وعلى الموضوع سيدنا أن نرحب بسيد عصام مخور رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أهلاً وسهلاً بك سيد عصام مساء الخير يعني من المؤسف جداً أن نسمع إلى كل هذه الجرائم جرائم القتل التي باتت تفتك بمجتمعنا العربي كيف تترابط هذه الجرائم وخاصة ما جرى في بسمة طبعون وأيضاً في حيفا يعني مدى وافع المحتملة وراء هذا التصاعد المتزايد في أعمال العنف من وجهة نظرك أولاً ما جرى في بسمة طبعون بالأمس هو مجزرة وهذه مجزرة يتحول الكامل فيها إلى نوع جديد إلى حالة جديدة وأولاً نحن نشارك الأهالي في تحمل هذه المأساة الكبرى ونحن نعتقد أن هناك مسؤولية كبرى علينا جميعاً أن نواجه المسؤول الحقيقي عن هذا نهر الدم النازف الذي لا يتوقف والذي تجاوز 190 ضحية حتى الأمس نحن نعرف من العنوان ونحن نعتقد أن الدولة التي لا تستطيع أن تحفظ الأمن الشخصي للناس في بيوتها للعائلات التي تجلس في بيتها في داخل بيتها هي دولة فاشلة وهي دولة لا تستحق أن تحكم مواطنين عزل أبرياء يعيشون فيها هناك متهم واحد وهو السياسة الرسمية نحن لا نعاني من نقص في التجسس على الجماهير العربية نحن نعاني من فائض في التجسس طيب يعني المستشارة القضائية للحكومة قالي بهرافا مايارا صادقت اليوم على استخدام برنامج بيغاسوس لتعقب الجرائم يعني برنامج بيغاسوس هو أحد الأدوات الرقمية المثيرة للجداد يعني هناك أكيد تحديات قانونية وأخلاقية مرتبطة باستخدام هذه البرامج في التحقيقات الجنائية هناك شيء أخلاقي واحد هو عدم قيام الدولة بكل مؤسساتها المؤسسة الحاكمة بالتأكيد الآن ولكن ليس المؤسسة الحاكمة الآن فقط في تحمل المسؤولية عن سبك دماء الناس يعني أنا أقترح أن لا ننشغل في هذه التفاصيل نحن لا أحد يسألنا عندما يتجسسون علينا بالبيغاسوس أو في غيرها من الوسائل نحن نعاني من فاء التجسس علينا المشكلة أن اهتمام وطاقات الشرطة في التعامل مع الجماهير العربية هو في التعامل معها كمشكلة وليس في التعامل مع مشاكلها وما رأيناه اليوم في تقريركم عن الطيرة مثلا الشرطة تملك كل الوسائل من أجل أن تنزل المآسي بالجماهير العربية وهدم البيوت ومصادرة الأرض والعدوان على الناس في بيوتها من قبل الشرطة نفسها عندما تريد أن تهدم ولكنها تصبح عاجزة عندما يتعلق الأمر بحياة الناس وبالجريمة المنظمة التي لا يمكن أن تحدث في دولة عصرية من دون علم الشرطة وقدرتها على وقفها نحن نتهم ونحن نعرف أننا ذاهبون إلى صدام كبير بعد 190 ضحية في المجتمع العربي لا يمكن أن نتعامل بنفس الوسائل أنا أقول نحن ذاهبون إلى صدام كبير والأمر الأساسي الذي علينا أن نعد له هو أن نعد الآليات لكي نفرض على هذه الدولة وهذه المؤسسة إما أن تقوم بدورها كدولة وتحفظ أمن الناس أو أن ترفع أيديها ونحن سنجد الوسائل من أجل ترتيبات أخرى تضمن لنا حياتنا وتضمن لنا الأمن الشخصي للناس هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن تبقى هذه التهمة في الهواء هناك دولة هناك حكومة هناك مؤسسة هي المسؤولة عن ذلك ونحن نتهم هذه المؤسسة وهذه الحكومة ونحن نعتقد أن هذه المؤسسة التي كانت حتى أكتوبر 2000 تسفك دمنا بإطلاق الرصاص علينا مباشرة هي نفس الدولة التي تقوم بإطلاق النار علينا اليوم من خلال وكلات على شكل عصابات إجرام ولذلك نحن نعتقد أن هذا الصدام هو ليس مع ذاك الفرد أو هذا وإنما مع المؤسسة الحاكمة التي لا تقوم بدورها وهذا ليس عجزان وإنما خيارا سياسيا وخيارا فكريا اسمح لي سيد عصام أن أسمع ما منك التعليق على ما سأقتبسه الآن من المستشار القضائي للحكومة قالي بهرافا ما يرى التي قالت وصادقت على استخدام البيغاسوس في ظل أظروف الحالية الراهنة بحجة أنه يجب إنقاذ الحياة فورا كيف قرأت هذا المبرر؟ نحن ليس لدينا نقاش مع المستشار القضائي نحن لدينا نقاش مع الحكومة مع السلطة التنفيذية التي لا تقوم بدورها التي تخلق وتقف من وراء الانفلات انفلات الدم وبحر الموت الذي تزرعه بيننا ولذلك نحن نقول عليهم أن يختاروا هم يختاروا الوسائل نحن نريد النتائج والنتائج يجب أن تكون وقف شلال الدم وهم يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا عندما يقرروا قرارا سياسيا بوقف هذا الشلال عندما أرادوا أن يوقفوا شلال الدم من قبل عصابات الإجرام في الناحية اليهودية في نتانيا واشدود وأماكن واشكيلون وأماكن أخرى عارفوا كيف يعملوا ذلك نحن لسنا شركاء معهم في اختيار الطريقة ولسنا جزء من هذا النقاش بتاتا نحن نريد نتائج على الأرض ميدانيا ونحن نعتقد أن هذه الدولة التي تجد ما يكفي من القوة للعدوان على جماهيرنا من أجل هدم البيوت أو من أجل توسيع الاستيطان وقمع الشعب الفلسطيني والوصول إلى كل أنحاء الشرق الأوسط عليها أن تجد الطريقة للقضاء على الجريمة ونحن لا نتهم إلا هذه المؤسسة الحاكمة وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة نعم سيد عصام مخول اسمح لي أن أشكرك جزيل شكر رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة شكرا جزيلا لك